اشتركوا في القناة المعبد هو معبد من المعابد النظرية زي ما بنحب نسميه اهضي المعبد من قبل القائد ايزي دورا لعدد من الالهة ليشفوه من المرض الذي ألم به سنة 1994 أستاذنا الراحل الدكتور عبد الحليم مردين وقت رياس أو أمانة المجلس الأعلى للأثار قام بنقل المعبد من المكان القديم للمكان الموجود لطي بجوار جبانة اللاتين المعبد اللي على شكل البيت اليوناني كان بيتقدموا تمثالين على هيط ابو الهول موجود قدامنا واحد منهم ومجموعة من التماثيل اللي أهدي لها المعبد لإيزيس وحاربوكراد وأوزير كانوب وهرمانوبيس أو هرمس المعبد على شكل زي ما قلت البيت اليوناني بالمدخل بالسلالم بالأويكوس بالبرويكوس بالأعمدة الدورية اللي بتمثل الفواصل بتاعته بالمداخل لكن الحاجة الغريبة ان احنا لقينا كمان مجموعة من الأنكر أو المراسل بتاعت المراكب موجودة دلوقتي في المتحف في روايع المتحف المراسل للمراكب كمدينة ساحلية تعالوا مع بعضوا تبصوا على التماثيل حلاقي عندي إيزيس لو انتم ملاحظين حاجة هنا تمثال إيزيس التماثيل كلها من الرخام إيزيس هو التمثال الأعلى بسلة الخيرات بإناء القربين مع هرمس معها برداء بتاع أزير الإناء الكنوب الشهير أزير كانوب كواحد من الآلهة الأساسية ثم حرب بقراط بالتضلعات بتأسيمة الجسم المتكامل تمثال اللي قدامي ده لملكة بطلمية من القرن الثالث قبل الميلاد التمثال ده بيمثل الملكة البطلمية وهي على هيئة تصفيفة شعر برينيكي طبعا كلنا عارفين الحاجة برينيكي وروعتها وجمالها والدور الكبيرة اللي لعبته في الحضارة المصرية والحضارة المصرية في العصر البطلمي طبعا التمثال ده لقيناه في أبو إير من الجرانيت الرمادي نيلل على تمثال حلو قوي لأوديسيوس المكار أوديسيوس ده كان واحد من حكام أتيكا كان مشترك في حرب ترواضة وساب الحق أوديسيوس ليه دور حلو قوي عارفين قصة الترواضة تمثال أولا الرخام والملامح بتاعته عصر روماني تماما عارفين القصة الجميلة بتاعة الترواضة والحصان الخشب اللي تجمع فيه الجنود الليبنانيين عشان يدخلوا ترواضة على حين يعني غرة من أهلها صاحب الفكرة هو الشخص اللي قدامنا أوديسيوس المكار من العصر الروماني أختنا الجميلة البديعة رمز الجمال والأنوسة كل حاجة حلوة كانت أفروديت وإيروس معها تمثال جميل من الألباستر عصر روماني بالمناسبة من منطقة سيدي بيش بصوا تقلع الصندل بترمي الرداء بتاعها بجانبها على سلة كأنها في وضع التجهيز للاستحمام من رواقع فن أفروديت إيروس وقف جنبها بشكل رائع الملامح والتمثيل وخصلة الشعر والسمات كلها كمية حركة غير عادية فيه التمثال بتديني مميزات هامة جدا لأفروديت إنها شخصية لا تتقر بصوا كمان الجزء التاح هنا جزء التمثال الملامح الميل بتاع الجسم تصوير منطقة الصدر تصوير منطقة البط تفاصيل الجسم بالكامل أبدع الفنان فيه تمثيلها وطبعا الفنان ما كانش يقدر ينسى حربوكراط الجميل اللي كل التفاصيل موجودة فيه حربوكراط اللي ممثل عندي من سيدي بشر من الرومان عصر روماني من الرخام الرمزي هنا هتلاحظوا حاجة الصباح اللي في الفن رمزي يزيس اللي على عصبة الشعر إيه الروعة وإيه الرقة في الجمال المتصور بيها تمثال حربوكراط ده دوميتيا باولينا شقيقة هادريان أنتونينوس التانية ماتت في مصر البنت دي ملامح واضحة جدا عليها طبعا واضح شكل القروم بتاعة البقرة الصغيرة كأنها أصوحت كاهنة الحطحور قدست بالمناسبة كالليها مكانة كبيرة لو ملاحظين القلادة اللي هي لبساها وروعتها أغسطس مؤسس الإمبراطورية من أتريب بالمناسبة تمثال ده جلنا من بنها من أتريب أو الراز دي لأن ده كان جزء من تمثال حلوة قوي فيها لو حضراتكم واخدين بالكم من حاجة التراز ده في الفن بملامح بالنظرة العلوية دي يعني الشكل ده بيسموه تراز اسمه تراز بريما بورتا بريما بورتا دي أحد المدن الملحقة برومة وكان تراز فني خاص ظهر في كتير من الأعمال المرتبطة بالإمبراطور أغسطس طبعا التمثال رخام فيسبسيانوس شايفين الملامح عاملة إزاي تاجر السمك القائد اللي جي مصر سنة تسعة وستين وطلب أن يساعدوا المصريون للوصول للحكم فساعدوا بسلاح الأمح فرد عليهم بفرض دريبة السمك المملح وفرض درائب الراص التحبيرات القوية شايفين عند منطقة الخد الخدين كأنه الخد مرسوم على حدين الملامح الحد جدا تمثال ده منحوت في اسكندرية أو الراز دي منحوتها في اسكندرية بعض الناس دي الوقت بيقولوا إن ربما دي كانت لكاليجولا أو لماركوس أوريليوس وتعملت له بعد كده ولا نملك حتى الآن أي دليل لكن كل اللي نفتكره ده أغسط أداة فيسبسيانوس بدوره الشهير لما قال المصريين إزاي جلنا إمبراطور كان في الأصل فسخاني وتولى علينا الحكم لوكيوز ديروس بملامحه الرومانية الجميلة الدأن اللي ظهرت بعد هدريان شريك الحكم الماركوس أوريليوس 160 ميلادين ماركوس أوريليوس صورة الرعاية الرجل ده كمشارك معاه شايفين إكليل الغاري الجميل اللي على رأسه اللي رمز الانتصار شايفين الماديليا اللي مزينها نس الرموز الجميلة اللي ظهرت مع أباطلة العصر الروماني لازلنا بتتكلم على العصر أو القرن التاني الميلادي والفن الروماني وروعته الموجودة في مدينة الإسكندرية ستاند جميل وفاترينا جميلة مجموعة من الأواني الفخارية أمفورس أو أمفورة شايفين حضراتكم المقبضين هي حتى الكلمة اليونانية اللي بتاعني الإناء اللي بيتمسك من الجانبين واللاقي منها بقى مجموعة كبيرة على المركب ده ما كدت مركب من القرن الأول أو التاني الميلادي يعني عصر روماني عليها أمفورات أنا اللي باع عليها زيوت نبيز سمك أنا اللي عليها العديد من الأشياء والمواد السيلة الأمفورات كان شيء واضح جدا أول أقدم نماذج بالمناسبة لأنها قرنة 15 قبل الميلاد على الساحل السوري ويبدو أنها كانت من التجار اليونانين من الموضوعات الحلوة قوي 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 اللي ممكن تقابلنا الفاترينا الجميلة دي التنجرة تنجرة مدينة في اليونان تصدع تماثيل من نوع حلوة قوي من التراكوتة اللي هو الطين المحروف تسبق حلوة تتلون أشكال شعر أشكال موديلات ابتدنا اللي هي في سكندرية من القرن الرابع والثالث قبل الميلاد لقينا منها حاجات بالمناسبة في الشطبي والحضرة والورديان وغيرها من المقابر السكندرية مجموعة جميلة من التماثيل حتى من باب السخرية البعض بيقولي أنها كانت بتوضع عند المثالين عند المثال اللي يعمل تمثال أو عند الرجل بيستع الملابس أو بيعمل تصفيفة الشعر كنوع من الإحاب الجميل الحلية الحلية كان من الموضوعات الجميلة جدا اللي ظهرت باتين هنا موجودة عندي فيها شكل رائع لمجموعة من أواني الحلية الكاس الحلو بتاع ديونسوس الجزء اللي احنا شفناه من شوها لو حضراتكم فاكرين بتاع حاجة أفروديت وحلوتها شايفين الأثاور اللي طلقتلي من الأثار الغرقة مجموعة من الأثاور كلها برأس المعبودة إيزيس مجموعة من الحلية الجميل والأقراط والدليات والأثاور كل منها التفسير الجميل بتاعه الكاس ديونسوس المفضد كاس من أجمل تمثيلات والزخارف اللي عليه كلها بعناقيد العنب لأنه كان رب الخمر وكان مرتبط به النبيز كان واحد من الموضوعات الهمة جدا موضوعات المتعلقة به صناعات الحلية في الإسكندرية كل قطعة زي ما بقول لحضراتكم تحتاج محاضرة تحتاج متحف خاص يتناولها بشيء من التفصيل شكرا لحضراتكم وأشوفكم في الفيديو اللي جاي نكمل بيه مع بعض روائع موسيون الإسكندرية